رياضيا نشهد اليوم مقر الهيئة الوطنية للرياضة فعاليات الجمعية العمومية لرابطة كرة الطائرة بانجمينة حيث تم انتخاب عضاء للمكتب التنفيذي للرابطة وعددهم 12 عضوا لولاية تستمر لعامين محمد خميز مهدي والتقرير التالي تعاني رابطة كرة الطائرة بالعاصمة انجمينة بالعديد من المشكلات والصعوبات حيث ان الرابطة لم تنظم بطولات منذ اكثر من ثماني سنوات هذا وبالرغم من ان اندية لعبي كرة الطائرة يؤدون التمارين الرياضية والمباريات الودية باستمرار ولوضع حد لهذه الصعوبات جاء تنظيم هذه الجمعية العمومية والتي شارك فيها رؤساء الاندية والتواغم الفنية وكوادر المنتخب الوطني لكرة الطائرة لمناغشة النصوص الاساسية والقوانين التسييرية للرابطة وعلى الفور تم انتخاب مكتب تنفيذ جديد لرابطة كرة الطائرة بالعاصمة انجمينة وتعيين تاوو تشاد لامي رئيسا للرابطة وغطم انامين الخزينة جينقاو فينسا اعضاء الجمعية بانهم سيبزلون غصارة جهودهم لعادة جميع انشطة رابطة كرة الطائرة بالعاصمة انجمينة بدءا بتنظيم دورات تأهيلية للحكام بالتعاون مع الفيدرالية الشادية لكرة الطائرة واكد بانهم سينظمون دور كرة الطائرة بالعاصمة انجمينة في نهاية شهر ابريل الحالي رئيس الفيدرالية الشادية لكرة الطائرة محمد احمد عمر عرب عن رضاه التام للقرارات التي اتخذ اعضاء المكتب الجديد لرابطة كرة الطائرة بالعاصمة انجمينة مضيفا بان الفيدرالية ستعمل على دعمهم بكافة الوسائل وبالفعل تم تغديم معداد رياضية تمثلت في كرات وشباك بغية تغديمها لاندية كرة الطائرة بالعاصمة انجمينة مشاهدين بهذا التقرير رياضين معكم هذه النشرة دمتم في رياعة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله